احنا على درجة قريبة قوي من اولياء الامور وبنحاول ان احنا يبقى قدرتنا على السيطرة على اللاعب تبقى كبيرة شوية من خلال معلومات العامل المحفزة النواحل ايجابية الخاصة بالشخصية النواحل الخاصة بان انت تقدر تسيطر عليه وتقدر تاخد منه اعلى معدلات اداء وانا سعيد بحمد عشان نضم لمنظومة محترفة بجد احنا طبعا ودي يعني اتعرفت في جميع وسائل الالام وبدايتها طبعا كانت في وسائل الالام الخاصة بالنادي ان احنا لسا مخلصين ثلاث بطولات مهمة جدا بطولة كاس مصر كتفة قعدة البحرية من سبعة لعشرة طبعا للتحاد الالعاقات الزهنية وهم شاركة سبعمائة سباح ستة واربعين نادي النادي الاهلي شارك بحوالي تلاتة واربعين سباح حصلنا على سبعين مديليا متنوعة اعلى معدل للمديليات الدهب يعقبها على طول اول مرجعنا بتلاتة او اربعة ايام بطولة الولمبيات الخاصة لتبع منطقة الجيزة اشتركنا بها بفرعي الجزيرة وزايد اشتركنا بتسعتاشر لعب وحصلنا على تلاتين مديليا متنوعة والاول مرة مشاركة ابطال من الاكاديميات ده البقى اللي احنا هنحاول نعده الفترة الجاية اللي زي احمد الاكاديمية لان طبعا هتخش 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 محمد الاكاديمية دي المصنع بتاعنا المصنع الابطال اللي موجود في النادي الاهلي اللي بيشرف عليه نخبة ممتازة محترمة واحنا عندنا في جهاز كل المداربين متخصصين في مجال زوي الهمم عشان ان شاء الله بإذن الله يقدروا يلبوا احلام وطموحات كمان اولياء الامور واحلام ابناء اعضاء النادي الاهلي اقول لي يا وحمد انت نفسك تلعب بطولات صح طبعا بطولات وبطولات كبيرة كبير جاهز اه نفس يعني اوصل يعني من اول جمهورية لكأس مصر العرب لأفريقيا لبطولة عالم لأولمبيات كبير برافو عليك يعني حماس وطاقة واجابية زي ما قال عليك كابتن بتدي طاقة ااجابية لكل اللي حواليك برافو عليك تقدر تحقق ده ان شاء الله انا هقول له مفاجأة هو لسه ما عرفهش لحد الوقت تب خد بقى المفاجأة دي بقى من جوة الجهاز وطبعا النهاردة كنت بكلم عن كابتن عاجمي ان احنا اه الدور على مدينة نصف منطقة القاهرة التبعة للولمبيات الخاصة ودي هتبقى بعد العيد اه فهو دلوقتي بيستعد من غير ما يعرف بس احنا هنبتدي نقول له هتخش بطولة ابو احمد علامة هتخش بطولة منطقة التبعة للولمبيات الخاصة بعد العيد وان شاء الله بإذن الله انا متوقع ان هوا يحقق فيها يعني جزء من الحلم الكبير اللي هو الولمبيات اي رأيك بقى ان شاء الله فجأة بالعيار التقيل انت جت القناة والكابتن قال لك اهو وفجأة ان ان شاء الله بإذن الله بعد العيد القربيات الخاص بره واحدة شوفت بقى ان شاء الله انت اتتت مره وانا احنا بنجهزك دلوقت اشتروح لطولة طبعا فأنت طبعا بالمجهود وبلقوة مع المجربين هتوصللي اCL via ال student ان شاء الله اه طبا απ على طب رأيين هساء البطولات الكبير ليه لناخل نادي القرن عصن code عصر اويصل ل pool كل بطولات الكبير بعدو الطبيق اي نادي الاهلي دايما بدأي لمركز الاي يريد الاول iderman اي و المركز الاول دايما دايما النادي الاهلي عايز المركز الاول وانت دلوقتي لبس ترينجا والنادي الاهلي وتشيرت النادي الاهلي فانت بتمثل النادي الاهلي خلازم المركز الاول صح كده؟ برافو عليك ابو حميد خلينا نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع ابو حميد لسه عندنا كلام كتير مع كابت محمد فتحي ولكن بعد فاصل